فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال وجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور هو المحسن المموه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة لماذا سميت أعياد الكفار زورا؟ لأن التزوير هو التنميق هو التنميق والتزيين فأعياد الكفار يظهر فيها من الأبهة ومن مظاهر الزينة ومن الزخارف الشيء الكثير ومن الأنوار ومن أنواع المشاهدات الشيء الكثير وهي في الحقيقة زور لأنها أمر باطل وإن كان التروق للناظر إليها فهي زور يعني مزورة ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المتشبه بما لم يعطى كلابس ثوبي زور الذي يمدح نفسه بما ليس فيه هذا كلابس ثوبي زور المتشبع بما لم يعطى المتشبع بما لم يعطى الذي يدعي ما ليس فيه من الكمالات والصفات التي ليست فيه فهذا كلابس ثوبي زور ما هو ثو واحد ثوبي من الزور ما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أنه يتظاهر بما ليس بحقيقة وقال تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا هذه صفة اليهود بل إن المسلم حتى ولو فعل الخير لا يتظاهر به ولا يحب أن يمدح به ولا يحب أن يعرف عنه أو أن يرى خلاصا لله عز وجل فكيف إذا كان مزورا ومدعيا لما ليس فيه فالأمر أشد أشد من الرياب الأعمال الحقيقية الواقعة الرياب الأعمال الحقيقية الواقعة محرم وشرك فكيف بالذي يدعي شيئا ليس فيه هذا زور